اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من مطالب صورتنا نازلين نقول ونطالب بتحقيق مطالب 25 و30 لان 25 نفس الشباب اللي صنعوا 25 هم اللي صنعوا 30 يونيو طالبنا الاول ايش حرية عدالة اجتماعية كرامة انسانية في 30 يونيو استقلال وطني والله انا قلت لحضرتك انا متفاهل ان شاء الله اللي جاي بتاع الشباب وايان كان من ينتوي الترشح للرئاسة ما حسامش امره تجاه الشباب واعرف ان البلد دي اللي عمرها هيشيلها ولا عمرها هيحقق المطالب للحزب الوطني ولا الاخوان مش هيحقق المطالب غير الشباب اللي صاروا على الفساد وعى الظلم الشباب اللي صاروا على الهيمنة الامريكية والتدخل التنظيم الدولي في الشؤون المصرية الشباب دي قادر على ان نحقق اهدافه وكتر الكلام مين هينزل انت سيساوي انت حمدين انت انت الموضوع مش يعني انا انا كده كده من غيرنا او بينا السيسي هينجح لكن احنا برضو منتظرين نشوف مين الفريق الرئاس اللي هيعاون السيسي منتظرين برنامج السيسي هل هو برنامج وفريق معاون هيحقق فعلا مطالب السورطين انا هدان ايه المانع احنا الدستور بتاعنا بيقول حريات يترشح وحقه يترشح ايه المانع والله احنا ما نقولت لحضرتك احنا هنشوف الاول الفريق المعاون الفريق الرئاس المعاون السيسي مفروض هيعرضه الفريق السيسي هنشوف يا اما نبقى مرشح نقف ورا مرشح واحد لصورة 25 يناير و30 يونيو يا اما هما يبقى مرشحهم السيسي ل30 يونيو فقط في حالة ترشح السيسي احنا نصف واحد ايه السيسي ايه عميان والاول ايه ممكن فريق هل هذا تفتنا عن النبع الفريق فيك الفريق لا 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 ما فيش تفتنا انا قلت لحضرتك هو اه اه يمكن انا جاوبت على السؤال ده انا قلت لك انا منتظر وغير من الشباب كتير منتظر يشوف مين الفريق الرئاسي اللي هيعاون الفريق السيسي وبعدين احنا محتاجين في الوقت ده محتاجين البلد ما تتقسمش محتاجين واحد قادر على اه وحدة البلد اولا حمدين في ناس كتير مختلفة عليه اه عنان ضمرنا ايام ما كان في المجلس العسكري اه شفي اه قتل وتقتل لكن هو اللي عليه اجماع حاليا هو الفريق السيسي وهينجح يعني بينا من غيرنا هينجح لكن هينجح بخمسة وخمسين في المية ولا ينجح بثمانين في المية بوحدة الشعب يعني هل هينفذ هو انا يعني اه اللي انا بسمعه عنه انه رجل ملتزم ورجل اه وأظن كلماته الاخيرة اللي هو واني لن نعود للخلف ومصر المستقبل لن تعود للخلف دي برضو بتدينا امل واظن هما شافوا في الاستفتة ان الشباب يعني ما نزلش بزي ما كانوا هما متخيلين بالأمس اولا المسيرة بتاعة تنبارح والوقفة بتاعة تنبارح كانت ضد الهيمانة الامريكية والتدخل في شؤون مصر ظهر مجموعة من الاخوان وسطينا ترفضوا اول ما بدأوا يقولوا نهضاوي ومش نهضاوي لان الشباب عمره ما هيرجع لالاخوان ولا هيرجع يحط يده في الحزب الوطني ده قاتل وده قاتل لكن احنا محتاجين حد ينفذ مطلب صور اولا انا اقول منزلت يوم 25 ما كانش يهمني مين اللي بيحكم انا كان يهمني العيش الحرية العدلة الاجتماعية الكرامة الانسانية الناس ما تتبهدلش في السجون الناس ما تموتش الناس الفشل الكلوي ما ينتشرش نفسي في مصر حديثة ما كنتش نازل اقول انا عايز شخص بعينه ولا كان يهمني شخص بعينه ولا كان يهمني شخص بعينه فانا ما متفرقش معايا مين هيجي حكمي بس هيفرق معايا مين هينفذ مطالب الصورة مين هيحس بالناس الغلابة مين هيحس ان مصر تستاهل اكتر من كده ان مصر قادرة واحنا قادرون ان شاء الله